على مر تاريخه الحافلي بالإنجازات نجح تلفزيون البحرين في الاحتفاظ بخصوصيته المميزة من خلال الحفاظ على الهوية الوطنية والتراث البحريني الأصيل المتوارث عن الأجداد وهي خصوصية جعلته انعكاسا لما يحمله المجتمع من قيم وعادات وتقاليد تعكس الهوية البحرينية الأصيلة ويشهد تلفزيون البحرين مرور خمسين عاما على بثه المرئية حيث يعود تاريخ التلفزيون في مملكة البحرين إلى سبعينيات القرن الماضي حيث انطلق أول بث تلفزيوني عام 1973 حتى تأسس تلفزيون البحرين الحكومي عام 1975 من بعدها بعدة سنوات تطورت قنوات التلفزيون التي تبثها مملكة البحرين وقطعت شوطا كبيرا حتى انتقل للبث الفضائي وقد وصل عدد القنوات التلفزيونية الحكومية اليوم إلى خمس قنوات وهي قناة البحرين الأولى وقناة البحرين الرياضية واحد وقناة البحرين الرياضية اثنان وقناة البحرين الدولية وقناة القرآن الكريم هذا شهد تلفزيون البحرين طفرة تقنية خلال العقدين الأخيرين فأقام بتحديث أنظمة التشغيل والإنتاج والبث والتحول التقني من أنظمة التشغيل اليدوية الأنالوج إلى البث الرقمي الديجيتال فائق الجودة بنظام HD وعن بعدها تطورت التقنيات للبث مستقبلا بصيغة 4K بالإضافة إلى ذلك توفير واستخدام أحدث الأنظمة والتقنيات والأجهزة المعنية للوصول إلى هذه الصورة اللائقة والمميزة لشاشة التلفزيون بعدها تخطى تطوير هذه المرحلة لينتقل إلى مؤكبة لغة العصر والأعلام الحديث حتى أصبح بث تلفزيون البحرين متاحا للجمهور والمتابعين ليس فقط عبر الشاشات التقليدية بل تعداه إلى البث عبر شبكة الانترنت وتطبيقات الهواتف الذكية ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة له ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر